الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بلاق وأجل مصمع والذين كفروا عما أنذروا معردون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة منهم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يسجيب له إلا يوم القيامته مع دعائهم غافلون وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تلا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا لحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم إن أتبع إلا ما يوهى إلي وما أنا من إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إلي وإذا ميعتدوا به فتيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أذكر نعمتك نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا طرداه أسرح لي في ذريتي إني تبدو إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما أعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى صدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه أفن لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت الخرون من قبله وهما يثغي سان الله وإلك آمن إن وعض الله حق ويقول ما هذا إلا أساتير الأولين أولئك الذين هقى عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما أملوا وليوفينهم وليوفيهم أعمالهم وهم لا يثلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في عياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستقبلون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخاء عاد إذ أنذر قومه بالأعقاب وقل خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أقاب عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفقنا عن آلياتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجالون فلما رأوه عاردا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارد ممتننا فلوما ساجلتم به ريه فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لذلك نجل القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سماهم وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بعيات الله وهاقبهم ما كانوا به يستنزعون ولقد أهلقنا ما هولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنه وذلك إفكه وما كانوا يفترون وإذ ثرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما عدروه قالوا أنصتوا فلما قر يولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يدي إلى الأق وإلى طريق متقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجذ في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في الضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أيها الموت بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلاغ ربنا قالوا اذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاسبر كما صبر أولو الأرض من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهديوا له إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو لاق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلها بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا لاق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذقنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منن بعض وإما فداء حتى تدعى الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لأنتصر منه ولكن يبلو بعدكم ببعض والذين قدلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيأديهم ويسله بالهم ويدقلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كبروا وتعزلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصر اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنامت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان آقبت الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدقل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تغتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنهام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك ناهم فلا نعصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا آواءهم مثل الجنة التي أعلى المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير تعمه وأنهار من خمر لذد للشاربين وأنهار من أزل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما أنهمهم فقطع أماءهم ومنهم من يسمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أودوا للم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبعوا الله على قلوبه واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الثاعة أن تأتيهم بغدة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل الثورة فإذا أنزل الصورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم تاعة وقول معروف فإذا عذم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فالعزيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرهامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلي تدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها إن الذين تدعوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم مرود الشيطان صول له وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنتيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفرهم الملائكة يدربون وجوه وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا ردوانه فأحبط أعمالهم أم عسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أدخانهم ولو نشاء لعريناكم فلا عرفتهم بسيماهم ولدعرف أنهم في لعن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلو أنكم أتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهضاء لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أتيعوا الله وأتيعوا الرسول ولا تبتلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى والله معكم ولن يجركم أعمالكم إنما الهياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتدعوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم ما فيحفكم فتبخلوا ويخرج أدخانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتنا لك فتها مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك سراطا مستقما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنور السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدكل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تهت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم فكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظنين بالله ظن السوق عليهم دائرة السوق وغنب الله عليه ولعنه أعدلهم جهنم وساء المصير ولله جنور السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتسبهوه بكرة وأسيلا إنما يبايعون الله يد الله فوقايدهم ومن نكث فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأزندهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أرار بكم ضرا أو ألار بكم نفعا بل كان الله بما تأملون خبير بل ذنانتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وذنانتم ذن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتنا للكافئين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغادمة لتأخذوها أذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله ولن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل وزيقولون بل تحصلوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قل الله قل للمخلفين من الأغراب ستدعون إلى قوم أولي بأث شديد تقادلونهما يسلمون فإن تدعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم أذابا أليما ليس على الآمى هرج ولا على الآرج هرج ولا على المريض هرج ومن يتي الله ورسوله يدقله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله